حل الدل الحمل دي نعمة وآيات محتاج منا لرعاية الصبر ما تعبوهته حل الدل الحمل دي نعمة وآيات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل السيدات وكل الأنسات كل الأمهات وكل البنات كل الجدات وكل الحفيدات يا كل الأخوات لكم مني أرقوقتي بالتحيات في المعادة بالذات زي ما تعودنا ولله الحمد والمنا منذ سنوات يتجدد معكم اللقاء لنتلقى منكم الاتصالات ونجيب على كل التساؤلات وبإذن الله نحل كل المشكلات نقدم الجديد والمفيد والسعيد في مجال علم أمراض النساء والتوليد لكل من ترغب في حدوث حمل جديد ولكل من تنتظر حدث سعيد ولكل من رزقت بمولود جديد هنا في بشرة خير هتلاقي نصيحة مخلصة وعلمية ومفيدة ووعد أن ده أكيد فانتظار اتصالاتكم وتساؤلاتكم وتليفوناتكم على أرقام البرنامج التي يتكرر ظهورها عبر الشاشة يمكنكم التواصل معنا عبر سائل اسم اسا أو عبر صفحة البرنامج على الفيسبوك حيث نجيب على معظم التساؤلات فورة ورودها إلينا نستكمل الحلقة الحالية ما بدأنا في الحلقات السابقة وبدأنا حديث متصل عن مرض تكييس المبايد وكان اتصال إحدى المتصلات اللي قالت أنا عايز أعرف خطورة المرض اللي عندي فخصصنا حلقتين على الآثار السلبية المستقبلية للإصابة بتكييس المبايد وقالت أنا عايز أعرف درجة المرض اللي عندي وشدته والخطوات الرئيسية لعلاجه وقامت أيلة وعايز أعرف ليه ما بيقولوش الحقيقة الفيديو اليوم وحلقة اليوم والحلقة القادمة موجهة لفيديو موجود على الانترنت بعنوان خمس حقائق يخفيها دائما أطباء النساء عن المريضات خمس معلومات رئيسية عن مرض تكييس المبايد لا يريد الأطباء دائما مصارحة المريضات بهم هنبتدي نشوف الفيديو ومن خلاله نتعرف على ما هي المغالطات التي تصاق إلى مريضات تكييس المبايد والاتضح أن الموضوع مش في بلدنا بس ولا في ريف ولا حضر ولا في قرى ولا في مدن ولا في جمهورية ولا في مملكة ولا في منطقة عربية هذه انطباع واتجاه عالمي لخداع السيدات المريضات بتكييس المبايد طبعا في مناطق بيزيد فيها ومناطق يقل فيها الجزء الأول من الفيديو بيحاول يشرح أن اختلال الدورة هو عرض رئيسي من أعراض تكييس المبايد فالجزء الأول من الفيديو جزء مهم جدا بيتحدث عن ما هي الدورة الشهرية وكيفية انتظامها عشان أشرح الجزء ده على ما يحضروا الفيديو للإذاعة أي سيدة علشان تنزل عليها دورة لازم من وجود ثلاث أعضاء في الجسم موجودين وبيشتغلوا وبيشتغلوا بطريقة صحيحة يبقى نزول دورة شهرية لسيدة تعني الثلاث أعضاء دول موجودين وفيه تناغم بين عملهم وبيعملوا بطريقة صحيحة العضو الأول هو الغدة النخامية الموجودة في المخ وهذه الغدة النخامية بتفرز هرمونات اسمها هرمونات الـ FSH والـ LH الجنادوتروبينز الهرمونات المنشطة للأجهزة المنسلية اللي هي المبيض في السيدات والخصية في الرجل أول عضو عشان دورة تنزل الغدة النخامية تفرز هرموناتها وهذه الهرمونات كوقود يدير عمل المطور اللي اسمه المبيض فإذا المبيض حرم من هذا الوقود اللي هم هرمونات الغدة النخامية فلن يعمل وبالتالي لن تكون هناك دورة العضو الثاني زي ما اسمعنا عشان تنزل دورة شهرية هو المبيض لازم سيدة عشان ينزل لها دورة شهرية يبقى عندها مبيض موجود ويستجيب لهرمونات الـ FSH والـ LH الهرمونات بتاعت الغدة النخامية نمرة اتنين إنه بيفرز بوايضات وهرمونات أنوثة وهرمونات طبويت يبقى المبيض لو موجود وبيستجيب لغدة النخامية ويفرز هرمونات يبقى إقامة بعمله العضو الثالث لنزول الدورة الشهرية هو الرحم فلازم يكون فيه رحم موجود ويستجيب لهرمونات المبيض وبالتالي تنزل الدورة الشهرية فأي سيدة بتنزل لها دورة شهرية معناها أن فيه الثلاث أعضاء دول موجودين وفيه تناغم بين عملهم والسيدات اللي عندها انقطاع في الدورة الشهرية الدورة ما بتنزلش أو بتتأخر لفترات طويلة هيبقى فيه خلل في واحد من الثلاث أعضاء دول وده ما يجب البحث عنه وفيه مريضات تكييس المبايد الخلل بالمناسبة ليس في المبيض مع أن اسم تكييس المبايد الخلل فيه الهرمونات المنشطة للمبيض هرموناي الـ FSH والـ LH اللي بيشتغلوا بطريقة غير منضبطة زي ما هنشوف الجزء الأول من الفيديو الخمس حقائق الصادمة التي يحرص الأطباء عادة على إخفائها عن مريضات تكييس المبايد إذا كان الفيديو جاهز معنا نبدأ في عرض الجزء الأول منه اللي أنا شرحته نبتدي يلا تكييس المبايد الخلل وكذبん التكييسات وتتكيي33 أنها تبعوا لعرف . ده شرح إزاي بيحصل تكايوس مبايت في خلل في أداء هرمونات الغدى النخمية تؤدي إلى خلل في عملية تبويض فالبويضات بتجبر ولا يتصل إلى مرحلة النضوج وتتوقف عند مرحلة معينة ويمتلئ المبيض بأكياس صغيرة عبارة عن بويضات غير ناضجة ومن هنا جاء الاسم مبيض متعدد التكايوسات أو الأكياس وهي بويضات صغيرة غير ناضجة وبالتالي مرت تكايوس المبيض زي ما هي قالت خلل هرموني خلل في عملية التبويض خلل في أداء المبيض نتيجة لخلل في الهرمونات المغزية والمنشطة له اللي هي هرمونات الـ FSH والـ LH اللي بتطلع من الغدى النخمية يؤدي إلى عدم نضوج البويضات وتجمع بويضات صغيرة داخل المبيض تحت قشرة المبيض هنشوف الصور حالة الاعتقاد الخاطئ رقم واحد اللي هنقوله واللي بيغزي أطباء النساء واللي سيدات كثير من مريضات تكايوس المبيض اللي بتعتقد فيه كثير من السيدات هو أن التكايوس هو كيس وفي خلل واضح في معرفة الفرق بينه تقولك أنا عندي كيس على المبيض هو الكيس هو التكايوس هو التكايوس عبارة عن كيس هو التكايوسات أكياس التكايوسات هي بويضات غير نضجة متجمعة داخل مبيض نتيجة لخلل في عملية التبويض أما الكيس هو عبارة عن سائل متجمع داخل بلونة داخل المبيض والكيس في الأغلب عبارة عن كيس مائي داخل مية وهي بويضة كبرت ولم تنضج ويجب أن يكون الفرق واضحا بين السيدات أن التكايوس هو خلل هرموني قد يغير شكل المبيض أما الكيس فهو خلل في شكل ووظيفة المبيض وحنشوف الفرق بينهم في الصور حالا زي ما هي حتعرض لنا في الفيديو وهناك تباعد شديد بين كلمة كيس على المبيض وبين كلمة تكايوس مبيض صحيح أن المتكيسات اللي عندهم تكايوس مبيض وارد يصابوا بأكياس بنسبة عالية لأن بعض البويضات بتاعتهم قد تنضج ولا تخرج فتكون أكياس لكن الكيس شيء والتكايوس شيء وهذا الاعتقاد الخاطئ رقم واحد والذي يغزي الأطباء ولا يريدون للسيدات أن يعرفوا الفرق بينهم تعالوا نشوف الفرق بينهم في الفيديو اللي هنوري لحضراتكم على الصورة الكلاسيكية لتكايوس المبيض وما هو الكيس نستكمل الفيديو بعد إذن حضراتكم الصورة اللي على اليمين هي كورة سودة كده دي كيس في مية الصورة اللي على الشمال الكورة الصغيرة اللي تحت قشرة المبيض ده منظر تكايوس المبيض نقف كيب بعد إذنكم وبالتالي ليس بالضرورة أن يكون مرض تكايوس المبيض معه أكياس وهناك فرق بين كلمة تكايوس اللي نبتدي بقى نعرض الصور وده شكل الصور الكلاسيكية للمبيض بتاع تكايوس المبيض بالصنار نبتدي نعرض الصور اللي حضراتكم عرضتوها بدون ما نقول قبلها آه مبيض عبارة عن كورة سودة صغيرة مترصصة تحت قشرة المبيض تطراص زي حبات السبحة أو حبات العقد وهذا المنظر الكلاسيكي لتكايوس المبيض يعرف مبيض تكايوس المبيض ولهم عدد معين وكريتيريا معينة لو سمحتوا هدوا تتابع الصور شوي لهم عدد معين وشكل معين وأحجام معينة لكن ده الشكل الكلاسيكي لتكايوس المبيض نشوف الصورة اللي بعدها والصورة اللي بعدها آه اللي على اليمين ده الشكل الكلاسيكي لتكايوس المبيض اللي على الشمال ده ما بيض فيه تكايوس مبيض فيه الشكل الكلاسيكي هو على جنب لكن في بويضة بتندج يبقى ليس كل مريضات تكايس المبايد مش هيحصل لهم طبويد فلما تيجي واحد يقول لها أنت عندك تكايس المبايد إزاي ده أنا كان عندي طبويد الشهر اللي فات أي وارد يحصل لهم طبويد في بعض الأحيان هذه البويضة اللي هي الكرة السودة دي إذا كبرت عن النطاق بتاعها وتعدد حجم 2.5 سنطي أطلق عليها لفظ كيس وبالتالي مريضات تكايس المبايد عرض الإصابة بأكياس لكن الكيس شيء والتكايس شيء نشوف الصورة اللي بعديها آه هذه هي الصورة الكلاسيكية آه دي شكل بتاع حبات العقد كده وده الوصف اللي بيوصف به شكل المبيض بالصنار في مريضات تكايس المبايد كور سودة صغيرة متجمعة تحت قشرة المبيض كحبات السبحة المتتابعة أو كحبات العقد ده الوصف الكلاسيكي لتكايس المبايد هل ده قاطع في تشخيص تكايس المبايد؟ كيف يمكن تشخيص تكايس المبايد؟ ما هي قواعد تشخيص تكايس المبايد؟ قلناها قبل كده وحنقولها تاني عشان السيدات تعرف ايه هي القواعد دي والقواعد دي وضعت بروتدرام كريتيريا وهي المست أكسبتد اكتر حاجة مقبولة بين الاطباء هي معايير روتدرام وروتدرام دي مدينة في هولندا عقد فيها مؤتمر علمي كامل سنة 2003 لتحديد معايير لتشخيص مرض تكايس المبايد ووضعت هذه المعايير وسنراها من خلال الفيديو قلناها قبل كده وحرجع علق بعد ما تنتهي هذه الفقرة نشوف الفيديو بعد إذن حضراتكم إذن استرد.. they multiple ways that PCOS can present. The first of those is what we call Oligomönyorrhea meaning infrequent periods or less periods than you would anticipate so someone who has irregular periods, a long time between their cycles or they just aren't having cycles at all. The second criteria that we include is.. elevated androgen levels this can present as elevated hormone levels on lab testing or it can present as abnormal hair growth في الى الثالث هو تستخدم كثيرا مميزة المذكرة وهي ملك المطبفة الى تفكير دولةy المظهر الموجودة العقل من الأمثال كن تعليم ال directement تحتجمه دولة هولتية ويباتك تحتجمه حيث تحتجمع من الأمور بوسيقى لا يمكنها انظمة بشكل صدقاء بشكل صدقاء بشكل صدقاء بشكل ايضا. تنظم المخلوق للاستخدام seven د Leviathan بحضب بشكل صدقاء. إنتمتعوتى خزيزون العديد الخزيزونية بشكل صدقاء بشكل صدقاء بشكل صدقاء. إنتمتعوت في الوقت مستوى ذلك ستكون عن الضواج في أفصادق واشدق ويعلب بشكل صدقاء بشكل صدقاء وأفضل. والثقاء في الوقت يمكن Lilly ويصدقات الخزيزين من الأجمماتات لنفسك. والسطورة المتقرية والحصول على رئيس كما أفضل روتردام أيضاً مثل تشخيص مرات تكايس مبايد قواعد روتودرام قالت ثلاث قواعد وقالت يشترت وجود اثنين على الأقل عشان نقول إن السيدة عم بها تكايس مبايد قواعد مقالتش أن الدورة تقريب تكايس مبايد قالت اختلال الدورة وقلت عدد أيامها وكمياتها وتتابعها فاللي بتجيلها دورة كل 45 و 50 يوم دخلت ضمن هذا التعريف نمرة 2 قالت أن تبقى فيه أعراض ذكورية أو ارتفاع في هرمون الذكورة بالتحليل يبقى اللي راح تحللت تحليل هرمون الذكورة ولقيته طبيعي بس عندها بشرة دهنية وزيادة في نمو الشعر وتساقط شعر الراس تبقى دي موجب يبقى ما تقوليش أصلا عملوني تحليل هرمون الذكورة وطلع طبيعي وجود الأعراض ليس بالضرورة أن يكون معه ارتفاع في هرمون الذكورة العرض الثالث هو شكل المبيض بالصنار فلما تقولي كتير عملولي صنار ده لو كانوا صادقين لأنه معظمهم بقوش صادقين ما قالوا ليش أن شكل المبيض أن فيه تكايز مبيض هذا لا ينفي أن المريضة مريضة تكايز مبيض خلي بالحضراتكم الثلاث قواعد لتشخيص روتدرام كريتيريا قالت أن الستة عندها اختلال في الدورة قلة أو انقطاع ما قالتش أنها تنقطع تماما نمرة اثنين أعراض ذكورية أو ارتفاع في هرمون الذكورة ثلاثة شكل المبيض ما قالتش بقى أن الستة تبقى تخينة مش من ضمن قواعد التشخيص خالص فلما نقول لي سيدة أنت عندك تكايز مبيض إيه ده ده بيجي للستات التخان أنت شايفني تخينة؟ لا مش شايف حضرتك الحقيقة ده مش من قواعد التشخيص مش من قواعد التشخيص أن الدورة تنقطع فيه ستات عندها دورة منتظمة تماما وعندها تكايز مبيض من درجات متقدمة ليس من قواعد التشخيص شكل المبيض بالصونار لأنه واحد من القواعد هو ممكن يبقى مش موجود والحاجتين التانيين موجودين لكن كمان قالوا في رتودرام كريتيريا دي لو سمحت لما تشخص مريض التكايز مبيض استبعد أي اختلالات هرمونية أخرى دي اللي ختمت بها حادثها زي اختلال الغد الدرقية أو اختلال في هرمون اللبن لأن هذه الاختلالات واردة مع مريضات تكايز مبيض فلما تيجي ست لمركز تخصصي في تأخر الحمل لما هنطلب منها تحاليل هنطلب تحاليل لإثبات أن فيه تكايز مبيض ولا لا هنطلب تحاليل لهرمون اللبن والهرمون الغد الدرقية هنطلب تحاليل لمخزون المبيض من البيضات لأن ده القيمة الهرمونية التقييم للسيدة وده اللي بنعمله في عيادتنا نمرة اتنين هنطلب منها أنها تعمل صنار لأن شكل المبيض بالصنار بيبقى مميز وكلاسيكي إذا كان من يعمل الصنار بيقول الحقيقة نمرة ثلاثة يجب لما نشخص صيدة عندها تكايز مبيض أن نستبعد الحاجات اللي بتيجي مع تكايز مبيض كتير فتكايز مبيض بيجي معها مرض البطانة المهاجرة وهي قالت كده وده موجود على الأقل في 25% من مريضات تكايز مبيض وبيجي معها كمان أورام ليفية فلما نقطع بتشخيص أن هذه المريضة مريضة تكايز مبيض لازم نقول هي عندها تكايز مبيض بس ولا تكايز مبيض وخلل في هرمون اللبن ولا خل هرمون اللبن والغضة الدرقية ولا معها أورام ليفية ولا معها بطانة مهاجرة لأن تكايز مبيض غالبا يصاحبه مثل هذه المشاكل لكن تشخيص تكايز مبيض بروتودرام كريتيريا التلاتة مش منهم إنك تخينة مش منهم إن حضرتك زدتي في الوزن مش منهم إن أنا رفيعة مش منهم إن أنا ما عنديش تاريخ عائلي للسكر ولا عندي مش منهم إن الدورة تكون بتنقطع مش منهم إن يقينا يبقى فيه أعراض زكورية مش منهم لازم إن يكون فيه تغير في شكل مبيض لأن فيه عندنا تلات قواعد اتنين منهم يكفوا لوضع التشخيص وبالتالي الجدال اليومي الذي نشهده عندما نقول الحقيقة لسيدة تخادع طوال عمرها إن أنت مريض التكايز مبيض لو سمحتم مش عايزين نسمعه لأن من يطبق القواعد سيصل إلى تشخيص يقيني طيب ده طريقة تشخيص تكايز المبيض فيه بقى إذا كان عندنا وقت نشوف الفيديو ونشوف الخداع رقم اثنين ميس كونسيبشن رقم تو اللي هو الاعتقاد الخاطئ رقم اثنين عند مريضات تكايز مبيض نكمل الفيديو ممكن نرجع هي بتقول هي دي سيدة بتعرض لتساؤلات الستات اللي بتجيلها على الانترنت دي الطبيبة وبتقول تساؤلات الستات دي وبتجاوب عليها فمن ضمن الاعتقادات الخاطئة عند السيدات أن هناك علاج يشفي تكايز المبيض أو أنه يمكن يبقى أكيورابل يعني أو تريتابل يمكن شفاءه أو علاجه مرض تكايز المبيض مرض مزمن لا يشفى ولا ينتهي العمر كله بمجرد وضع تشخيصه وبالتالي ما فيش حد يخادح حد يقول لها تكايز المبيض ده ذهب وانقضى وهي بتقول هل استخدام دي جايلة سؤال بقى هل استخدام أقراص منع الحمل مفيد في مريضات تكايز المبيض وفيه دكاترة بتؤكد ده وفيه دكاترة ضد ده خاصة أطباء التغذية أطباء التغذية ضد استخدام أقراص منع الحمل لأن أقراص منع الحمل بتؤدي لاحتباس سوائل في الجسم وتؤدي إلى صعوبة في فقد الوزن فبتبقى ضد عملهم لكن أقراص منع الحمل رغما عن أنها بتخللنا فقد الوزن شيء صعب لكنها هيلة جدا في السيطرة على أعراض تكايز المبيض حتى لو في آنسة حتى لو في آنسة عمرها 12 و13 سنة ونكتب لها أقراص منع الحمل نعم هي ممتازة في السيطرة على الأعراض وهنا حنقسم مريضات تكايز المبيض لواحد من ثلاثة أنواع هي حتقولهم حالا النوع الأولاني هي مريضة ترغب في حدوث الحمل بالتالي استخدام أقراص منع الحمل مش هيبقى وارد قوي قد نستخدمها لفترة للسيطرة على الأعراض وتهبيب درجة المرض لكن مش هتبقى مستخدمة بعد كده النوع الثاني هي المريضات اللي بتعاني من أعراض شديدة ولا ترغب في حدوث حمل عندي بشرة دهنية بشرة متبهدلة من حب الشباب شعر راسي بيقع في شعر بيطلع في جسمي خاصة لو أنسات أقراص من الحمل هتبقى مثالية جدا للسيطرة على أعراض المرض وتهبيب درجته وتحجيمه ومنع زياته المجموعة الثالثة من مريضات تكايز المبيض اللي ما كانتش بتشتيكي من شيء ولا حتى كانت بترغب في حدوث حمل واكتشفت أن عندها تكايز مبيض فهي جاية تجري إذا كان الانطباع ده موجود عندنا ولا العقلية ده موجودة عندنا عشان تحمي نفسها من الأثار السلبية المستقبلية لهذا المرض وبالتالي في هذه الحالات استخدام أقراص منع الحمل وارد وبالتالي العلاجات الهرمونية للسيطرة على الخلل الهرموني بتاع تكايز المبايد باستخدام أقراص منع الحمل وارد الاستخدام وحنشوف رأي هذه الطبيبة في استخدام أقراص منع الحمل في علاج تكايز المبايد اللي بيتم خداع سيدات كتير ويتقال لهم أن لا ما يمكنش استخدام أقراص منع الحمل أو الوهم اللي بيصدر أن إزاي نستخدم أقراص معنى الحاملة في آنسها وأنها غير مفيدة وبالناس بتقول خداعاً أنها مضرة وهي هيلة جداً ومفيدة جداً وبلا أضرار أبداً في السيطرة على أعراض المرض ونرجع نشوف الفيديو بجميع أنها أضرارهم ودفع من المرض ونحن أحاول في السيطرة على سبيل المرض وانت نحاول محلل وانت نحاول مفيدة في السيطرة على أعجب المرض ويقعد مرة أخرى بجميع أن نحاول اجل تعمل معنى الحاملة وليس سيطر بالترابة أخرى بجميع أن نحاول مفيدة يمكنك إيجاد الطيب أن ينزل الحيوات بصباب معينة إستراغين الإستراغين في الكرام والحيوات الأamante أنها ، لكن يكمل اليمنى بشكل مبيعجيز لكن يمكن محلل العمل مبيعجيز إذا كان بسيارة لكما في مبيعجز traهي أليو أنا أن تحت لديهم هنعم هم أريدما بحضل أشعر ورحة لي العام منوحاج أو يغير أشعراء تشكز في عبر مبيعجز أن ت يمكنك أن تكون بسيطار نحن أن سيكون على مبيعجز مبيعجز divulج الأمر إذا أردت إذا أرغب بالسيارة على ثانية. إذا أرغب بالسيارة خلال عامة ثانية، إنه يهجب العالي لأنه لا يهجب عمليها. وإنه لو أرغب بالسيارة فيواق ربما أثني أنه لا تهجب العمليات. ذلك، في ذلك للحصة أن يعانون من الولايات لأنهم على الثامة من đị PET سيارة glucيادية الأمام، ومت شبه بالسيارة للتصيير غراء أثناء أنفسكم التي تتوقفها طبعاً هي هنا لخاصة الكلام لما نستخدم أقراص من الحام لح تعمل ستعمل انطباع هايل جداً والسيطرة على الأعراض لكن بمجرد إيقاف أي علاج هرموني ستعود المشاكل للظهور وبالتالي لما بندي ست أي علاج هرموني لإنزال دورة اصطناعية فهذا خداع وإعماء لها عن الأعراض فبتجي لها دم منتظم في مواعيد منتظمة يتقال عليه عند السيدات بره اللي بيبقوا فاهمين دورة اصطناعية دورة مخادعة وهي ليست دورة وبالتالي بيعتقدوا أن هم كده تحسنوا لا ده طريقة للسيطرة على الأعراض ولإنزال دورة اصطناعية في أوقات منتظمة لكن بمجرد إيقاف العلاج الهرموني ستعود الأعراض للظهور وبالتالي يجب أن نعرف أن العلاج رقم واحد هو فقد الوزن والسيطرة عليه وتغيير نظام الحياة وتغيير نظام الغذائي وهذا ما يجب اتباعه أثناء أخذ أقراص منع الحمل أو أي علاج هرموني آخر ماذا وإلا حنوقف هذه العلاجات وحنلاقي الستات نسمع كتير جدا من البنات اللي يقولولنا الخداع التاني اللي اتعمل لهم الدورة ما كانتش بتيجي رحت لحد قالتلي أنه عندك تكيس مبايد كتبتلي العلاج الهرموني ده الدورة جات عليه منتظمة تماما دي مش دورة يا أنسة ولا ده منتظمة ولا دي دورة وبعدين وقفت رجعت الدنيا للأخباط التاني لأنها لم تعالج هذا لم يكن علاج ولم تكن هذه دورة العلاج كان ليجب أن يدل حضرتك ده ويقولولك ده لسه يترى على الأعراض ولتحجيم درجة المرض خلالهم لازم ناخد العلاج الصحيح وهو فقد الوزن والنظام الغذائي ودوى اللي حنتكلم عليه في الجزء التاني من الفيديو اللي اسمه الميتفورمين ماذا وإلا بمجرد إيقاف هذا العلاج الهرموني لإنزال الدورة المخادعة الاصطناعية ستعود الأعراض للظهور وبشدة وبقصوة وكأننا لم نعالج شيء وهذا هو الانطباع الخاطئ رقم 2 عند مريضات تكيس مبايد نقشنا انطباعين خاطئين الفرق بين الكيس والتكيس وعدم التفريق ما بينهم وكيف يمكن تشخيص تكيس المبايد والانطباع الخاطئ رقم 2 أقرص عن الحملة مضرة للأنسات أو الانطباع الخاطئ كمان ان العلاج الهرموني ده يشفي تكيس المبايد أو اللي بتنزل عليه ضدورة طبيعية ومنتظمة نستكمل الحديث عن الانطباعات الخاطئة الأخرى مع الفيديو ونستقبل اتصالات حضراتكم بعد فاصل قصير فاصل وبعد الفاصل نواصل تكيس المبايد والحقيقة وتكيس المبايد وكل المعلومات الخاطئة المصارى حوله عدنا اليكم بعد الفاصل ونستكمل حديث عن تكيس المبايد لكن اذا كان فيه اتصالات نستقبلها علشان ننسبش الناس منتظرين كتير اتفضلوا اتفضلوا اهلا بحضرتك شكر لحضرتك جدا شكر لحضرتك بس اخر وبعيد عن موضوع الحلقة امر حضرتك المدامة عندي كانت والدة كيسرية من ثلاث سنين ونص بالزبط ايوة وعملنا من ظهر بطن وراء جالها ألم بعد الكيسرية لها يطاق أثناء الدورة وبعد الدورة وكل حاجة في بطنها ولا في جدار بطنها ولا في الحود في جدار البطن دي بطانة مهاجرة في جدار البطن حتبقى موجودة فوق جرح القيسرية بسنطي اتنين سنطي تمام حضرتك يا دكتور ده مش موضوع العمل القيسرية دي ازبت انه مش دكتور اساسا ده خريكوا ليه الزراعة وانتها نصف الدكتور واحنا ضعب بطن ورحمي وطلق في كتل على جدار بطن شناء فايه الماكو في الطب هيه روحة حامل فشار التامن حمد الله مبروك يعني طب ويا حضرتك ليه بس كده اولا ان السيدات تصاب ببطانة مهاجرة بعد القيسرية ده شيء وارد وهذا لا يعني خطأ في اجراء القيسرية ده بداية الاول يعني السيدة دي احنا سلمناها للدكتور كانت سليمة وحملته ولدت ولدت بقيسرية جالها بطانة مهاجرة يبقى الدكتور عمل فيها حاجة لا هو فيه نسبة من السيدات اللي هتولد بقيسرية هيحصل لهم بطانة مهاجرة ليه هو البطانة المهاجرة عبارة عن ان نسيج بطانة الرحم ينزرع في الحوض طيب احنا فتحنا الرحم وقت القيسرية تمام وبالتالي بطانة الرحم بقت عرضة لتجويف الحوض فيه بقى نظريات كتير الابرة دخلت في الديسيديوة ولا اكسيكلود الديسيديوة الاطباء هايبقوا فهمين الكلام اللي بقولوا ده والنظريات كلها بتحاول تفسر ازاي ان بعد القيسرية يحدث بطانة مهاجرة لم تكن واحدة من هذه النظريات على الاطلاق قالت ان فيه اهمال او تأصير او سوق اداء من الطبيب لا مفيش كده هو وارد ان الستيات اللي بتعمل قيسرية حيجيلها بطانة مهاجرة هو المشكلة مش ان يجيلها بطانة مهاجرة ده وارد وارد الحدوث المشكلة الحقيقية اللي حتلاقي حضرتك لو انت اتصلت بها تانية هتقولها ليه ان الست دي انا بقول لك من مجرد الشكوى دي عندها بطانة مهاجرة في عضلة البطن المشكلة انها كانت بتلف بهذه الشكوى وتشتكل الناس وتقولهم وتروح لده كانت تقول لها عادي وما عندكيش حاجة ومش مهم ومش شايفين حاجة ومتعمليش حاجة ده المشكلة الحقيقية ان الناس تبقى مش مدركة ان الشكوى دي لكن لو حد يدرك ايو يا جماعة دي غالبا بطانة مهاجرة لو سمحتوا روحوا الدكتور تأخر حمل تخصصوا مناظير عشان الست دي محتاجة تعمل منظار تقوم لما تعمل منظار نشوف بطانة مهاجرة في الحد ولا لا ونكويها واذا كان في اي اثر منها التصاقات او ضعف في مخزون المبيض نتعامل معها بالمنظار وبعدين نشاور على المنطقة اللي بتوجعها ونعمل فتحة عليها ونشيل جزء كتلة من جدار البطن ومراعتها تتحلل ترجع ان عندها بطانة مهاجرة ويبدو ان انتوا عملتوا كل ده ثم تاخد علاج تهبيط لإيقاف نشاط المرض ثم ندعو الله انها تحمل فحضرتك مراتك حملت فنحمد الله انها من الخمسين في المئة اللي بتحمل ما نعقدش بقى شايدين الهم ونبص ورانا لان دايما الناجح واللي بص قدامه ما نبصش ورانا وإيه اللي جاب لها بطانة مهاجرة والعملية عملت ايه والمهم من الوقتي الحمد لله حدث حمل حضرك بتقول لي نعمل ايه لتفادي تكرار هذه المشكلة للأسف هذه المشكلة واردة تكرار قبدي بداية الاولة هو لكن نرجو من الله اللي تتكرر الحمد لله انها حامل الحمل في حد ذاته وارتفاع هرمون الحمل في الدم هو علاج تهبيطي جيد جدا للبطانة المهاجرة ويقلل نسب ارتجعها ما قلناش لا يمكن هترجع نسبة كبيرة جدا من السيدات مش هترجع ونسبة قليلة وحظ سيء جدا قد ترتجع ولا نعرف السبب اللي ارتجعها والموضوع داخل فيه جهاز مناعي وخلال فيه اداء وانتو الوقتي بتسمعوا على الجهاز المناعي كتير وعارفين انه سيطرته عالية وانه الطب مش قادر يعرف اغواره ايه المهم ان حدث حمل الحمد لله بعد المنزار عملنا لها منزار وشلنا كتلة من جدار البطن وخدت عليك طهبيتي والوقتي حامل نحمد الله واتبع الحمل متابعة عادية وطبيعية وتولد ولادة عادية وطبيعية وتردع وتستخدم كل وسائل منع الحمل وتنسى قصة البطنة المهاجرة ده قد تتكرر الشيك وقد تتكرر المشكلة للأسف الشديد نعم لان جسمها عنده استعداد لده لان الستات اللي عندهم بطنة مهاجرة هم عندهم استعداد نتيجة لخلل ما في جسمهم وفي جهازهم المناعي في الاغلب للاصابة بالبطنة المهاجرة وقد لا تتكرر ونرجو من الله هذا ولا داعي لاننا نقول دي غلطة مين وسبب مين ومين اللي جاب البطنة المهاجرة البطنة المهاجرة مرض يأتي من الله زي ما كل شيء بيد الله وبقدره تمام والبطنة المهاجرة اللي تيجي بعد الجرح القيصرية ليست خطأ ولا سوء أداء ولا شيء المشكلة الحقيقية هو في تأخر التشخيص واننا نقعد نلف على ناس مش قادرة تدرك ان المشكلة دي معناها كذا ونعرف نتصرف معها ازاي الحمد لله من حصل حمد ربنا يتمي لها بكل خير اتفضلوا صامر اتفضلي ايوا يا فاند ازاي حضرتك يا دكتور اهلا بيكي من صدلك انا فترة السيريوت بيبعاني مرض فضيع ويضيف طول الوقت بطريقة رهيبة سن حضرتك كم سنة؟ سن حضرتك كم سنة؟ سبعة وثلاثين متزوجة؟ اه عندك اولاد؟ عندك اولاد اه كام؟ بنتين واخر بنت مولودة من قد ايه؟ من اربعة سنين وحضرتك بتستخدمي وسيلة لمنع الحمل ايه؟ مش بستخدم حاجة وما بيحصلش حمل؟ اه وده مش شاغل بالك مش قلقك؟ لأ مش مش بستخدم حاجة مش بتستخدمي حاجة لكن مفيش تساؤل انا ليه مش بيستخدم حاجة ومع ذلك مبيحصلش حمل؟ لا مش عايزين حاجة يا فلا مش عايزين أطفال ت stream يا انا بتتكلمش ان انتو عايزين او مش عايزين انا بتكلم انه رغما ان انتو ما بتستخدموش مبيحصلش يبقى له أربعة سنين ونصف يعني تمام أيوة رغم أن أنتم ما بتستخدمه وش ما بيحصلش الحاجة تبانية خضرتك سمعت اتصال الأستاذ اللي قابلك خلينا بقى واحدة واحدة كده وجاوبي على تساؤلاتي الدورة منتظمة مش منتظمة ممكن بيتيجي كل عشرين تمنتاشر يوم هي مش منتظمة يبقى مش منتظمة وبتقرب من بعضها وبتيجي على فترات متقربة مؤلمة 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 جدا لا لا خلي جدا دي للسؤال اللي بعده خلينا نجاوب آه أو لا مؤلمة أيوة آه ألم شديد جدا يبدأ قبلها بعدة أيام آه ويزداد ويكلما اقتربت الدورة سعلا آه وبيسمع في ظهري آه ظهري وجعني جدا وفي الفترة الأخيرة ظهري طب ثانيا الفترة الأخيرة ظهري بقى وجعني معظم فترات الشهر بعيدا عن الدورة تماما وكمية دم الدورة كتير جدا وغمأة أيوة فندم حضرتك برضو سبقتيني ها؟ غمأة دا كان السؤال اللي بعده والدورة بتبتدي أو بتنتهي بحاجات غمأة وتقيلة قوي جدا آه وبقالي فترة ملحظة أنه قبل ما الدورة تنزل بيوم اتنين تلاتة أني بحس بأعراض شبه أعراض الحمل دايخة همدانة دماغي تقيلة نفسي بتغم عليها هو في الوقت خمول تمام وأثناء الدورة أحيانا بيبقى عندي خلل في حركة أمعائي إحساس بلين أو إسهال أو أن أنا دخلة خارجة على الحمام ربك يا دكتور شفت أنا عارف إزاي؟ وأنا قاعد هنا هو تعم؟ العرض اللي يمكن حضرتك تتكسفي تقوليه أو ما تقوليهوش أو مش واخد بالك قوي إن بقى فيه ألم مع الجماع أو فيه إحساس مستغربة شوية خاصة إذا حصل دا قبل الدورة بعدة أيام هو المشكلة بس إن أنا نحظها لأنه هو بزي مفافش طيب حضرتك بقى الشكاوي دي روحتي بيها الدكتور ما روحتش طيب الشكاوي دي يا فندم بالنظام اللي حضرتك بتقوليه دا تشير إلى خلل في الحوض تمام؟ تمام الخلل دا بييجي الستات ما حملتش وما ولدتش أو ولدت مرة أو اتنين بقيسرية وخاصة لما سنهم يزيد عن سن 35 سنة فإذا روحتي لطبيب خلي بالك من كل لفظة حنطأه إذا روحتي لطبيب يقول الحقيقة مش يخدح حضرتك كلك الله كل حاجة كويسة مش يحط الصنار على بطني اللي ما بيشوفش حاجة يقولي ممتاز هم؟ تمام فحيقول لحضرتك إن فيه تدخن في عضلة الرحم اسمه أدي رومايوزس أو يقول إن ما فيش ده بس يقول لحضرتك إن الأعراض اللي بتشتكي بيها دي أعراض مرجحة جداً لمرض اسمه البطانة المهاجرة الذي لا يرى ولا يكتشف لا بصنار ولا بتحليل ولا بأشعة مقطعية ولا برانين مغناطيسي ولا يرى ولا يشخص ولا يتم التعامل معاه اللي بمنزار حضرتك حتلاقيني قلت كل الأعراض اللي انت حاسة بيها واللي ما كنتيش بعضها مركزة فيها لإن حضرتك جاية في ملعبي في منطقتي طيب معنا اتصال تليفوني آخر للأسف الاتصال انقطع طيب في سؤالين هم جايين بيدوا نفس الانطباعات ونفس المرض هل إذا ما كانش معنا اتصال نستكمل الفيديو طيب أنا أعلق على الجزء اللي جاي من الفيديو الجزء اللي جاي من الفيديو بقى الانطباع الخاطئ رقم 3 اللي عند بعض مريضات تكايوس المبايد اللي بيتقال لهم أن يمكنك الاستغناء عن عقار الميت فورمين وأن عقار الميت فورمين مش مهم وأنه مش أساسي وأن ده بيتخذ للتخان بس أو بيتخذ اللي عندهم سكر بس أو الإبداع في قلة العلم المصرية يعني الكلام اللي بيقوله ده خطأ اللي المصريات بتقوله أن واحد يأخذ عقار الميت فورمين يقوم يجي له سكر وهو دواء وعقار يقي من السكر ويقلل استعداد الوراثي له ويبعده من أين جاءوا بمست هذه الأوهام هذا الانطباع الخاطئ رقم 3 تعالوا نشوف الفيديو ونشوف أن التساؤلات دي عالمية نشوف الكلاميس wants to know is metformin bad? many PCOS champions argue against it and promote their own lifestyles I think this is along the same lines as the last question there's not a good or bad treatment PCOS increases the chances that someone will have insulin resistance and metformin can help with that Kelly asks why do doctors recommend metformin so frequently for patients who don't have insulin resistance my preference in clinic is absolutely to use metformin in patients who have coexisting insulin resistance used to be used a lot more frequently metformin can have a lot of side effects and I feel like we can achieve that same improvement in symptoms by discussing lifestyle changes, weight loss in some patients and the treatments for other symptoms that the person is having there are a large amount of doctors who feel like and patients who feel like they have a lot of benefit from using metformin even when they do not have insulin resistance I think this is also an individual decision and it's not necessarily right or wrong depends on the patient, depends on the doctor Super Apple leaves a super long comment and basically let me and then I'll have a question هذه الطبيبة بتقول إن استخدامي أنا في عيادتي لعقار المتформين شيء أساسي وحتمي لمريضات تكايص المبايد وأن هناك جدال وخلاف ونقاش ومقاومة من السيدات تستخدم المتفورمين واللأة والمتفورمين هو الدواء الوحيد 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 الذي اخترعه الطب ليتعامل مع مشكلة اسمها insulin resistance مقاومة الجسم لعمل هرمون الإنسولين وهي موجودة في كل مريضات تكيس المبايد وهي السبب الرئيسي للإصابة بتكيس المبايد وبالتالي عدم إعطاء الميتفورمين لسيدة كأنك لا تحاول أن تعالج المشكلة من الأساس وهو وحده مفيد لكنه أكثر إفادة مع تغيير نظام الحياة وتغيير نمط الغذائي وتغيير العادات الغذائية وفقد الوزن والميتفورمين شيء أساسي وحتمي في مريضات تكيس المبايد لكن الإفتاء بدون علم الفتي والجدال والتدخل مشكلة مهنتنا إنها مهانة إن كل سيدة معتبرة إنها أستاذ في علم أمراض النساء والتوليد ويمكنها التعليق عليه هنلاقي نفس الانطباع برة فنلاقي فيه سيدة بتكتب على النت زي ما الستات بيعودوا يشتكل بعض ويعودوا يشخصوا بعض ويعودوا يعالجوا بعض هنشوف كده بس سواني كده قبل الفيديو واحدة بتكتب بتقول إن أنا عندي أعراض كذا وكذا وكذا ورحت الدكتور وقال لي إن عندك تكيس مبايد فتطوعت المدام جوليان ولا جانات ولا ليلي ولا أي اسم يعني موجود قامت أيلالها في تعليق طويل جدا لا 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 يمكن وهي لا تمتلك أي خبرة طبية قلت لها لا يمكن تكوني مريضة تكيس المبايد بتعني إزاي عندك تكيس مبايد وإنتي مش تخينة إزاي عندك تكيس مبايد وعندكيش شعر زيادة في جسمك بتفتي طبعا تمام بتفتي بدون علم فحنشوف إن هذه الطبيبة لقطت الكوممنت ده لقطت التعليق ده في صفحة من الصفحات النسائية وكان تعليقها هي إيه على هذه السيدة التي لم تفتي في مجال علمها اللي هو مجال الطبيق وتنظيف البيت والآخره وتدخلت في مهنتنا هذا التدخل الصارخ المخالف لكل الحقائق العلمية نشوف كده إيه اللي حصل على هذه الصفحة على الإنترنت بره نشوف نشوف على فكرة نشوف يكفي يوليق قمط تشوف 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 المسكتي مذيق تشوف تشوف مذيق هو أنت الصفحة سوف وإثن تشوف خبير جيد عمي تشوف خبير تشوف مما هو مع جزءك أن هذه المعرشة محلاتي من لديه الموضوع ثانية أعيد بالنسبة أيضا الصغيرة الموضوعة الموضوعية الموجودة التي تتكشفها يسمح العزقان الموضوعية ستصلي بالنسبة البيعية ممتده أنه من المنفيذ وهي التنظيم للتنظيم ل concentrated هرسوتان إنك تبحث عن الأسرات التعيقات يمكن أن يكون نفس المقاطعة وشكل عليم معها لكن ، ان يكون حيارات التشالة uh شوجك في الخارج assessment وتشابة درصار معه حيارات التشالتي لرجح العمل على زنجاتية بذلك اللقاء ليتم تحقوم بسوف ، فإن تصتere بزنج تعزمة هذا العجائية كبير بالت seated تحق misma بتقول إن فيه فينوطايب فيه شكل متعارف عليه لمريضات تكايس المبايد حواراً لحضراتكم بعد الصور نحضر الصور التانية بعد إذن حضراتكم الشكل المتعارف عليه الشكل الكلاسيك إن مريضة تكايس المبايد مريضة بدينة عندها بشرة دهنية عندها حبوب في وشها وعندها شعر زيادة في جسمها لكن هذا ليس حتماً لأن الروتدرام كريتيريا قواعد روتدرام في تشخيص تكايس المبايد لم تشترط وزناً وما قالتش إن التخان هم اللي حيجي لهم قالت إنه بيجي في أي وزن والوزن ليس من قواعد تشخيص التكايس المبايد وبالتالي لا يمكن إن إحنا نقول لي سيدة لا لا يمكن يبقى عندك تكايس المبايد لإنك مش بدينة ده تكايس المبايد في النحيفات هو المرض الأكثر قصوى والأكثر صدة والأصعب في علاجه والأقل استجابة والأكثر في اللجوء إلى الجراحات لما بيجي فيه النحيفات وبيصيب النحيفات والنحيفات جداً وهم الحالات الأسوأ وبالتالي مفيش حاجة اسمها لدى أنت معندكيش شعر زيادة لا يمكن يبقى عندك تكايس المبايد لا 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 أنت الدورة مش بتلغبط لما معندكيش تكايس المبايد لا لا أنت مش تخينة لما معندكيش تكايس المبايد لأن دي ليست من قواعد التشخيص أساساً اللي الدكاترة بيقولوها بتجيبوا القوة دي في تشخيص أمراض وتحديد مصائر ناس منين الوزن ليس عامل من عوامل تشخيص تكايس المبايد تكايس المبايد قد يأتي في البدينات وفي المعتدلات وفي النحيفات وفي النحيفات جداً واختلال الدورة ليس من قواعد تشخيص تكايس المبايد فتكايس المبايد قد يحدث في سيدات عندهم اختلال في الدورة وده المتعارف عليه الأغلبية لكنه قد يأتي في سيدات عندهم دورة منتظمة تماماً وتكايس المبايد قد يصاحبوا أعراض ذكورية وده واحد من قواعد التشخيص لكن القاعدة دي ممكن تبقى مش موجودة والقاعدتين التانيين موجودين وبالتالي ليس بالضرورة أن تكون الأعراض الزكورية ظاهرة عشان نقول أن دي تكايس موبايد كل دي لانطباعات الخاطئة التي تصدر للناس عن تكايس الموبايد وليس بالضرورة أن يكون شكل المبيض بالصنار في تكايس موبايد عشان نقول أن دي مريضة تكايس موبايد لأن ده واحد من ثلاث معايير للتشخيص وإحنا بنكتفي بمعيارين فممكن شكل المبيض دي بقى طبيعي تماما لكن فيه خلل هرموني واضح بتاع تكايوس المبايد ففيه انطباع مسبق عند السيدات ان مريضة تكايوس المبايد شكلها كده نشوف الصور نشوف الصور كده التاني ان الشكل الكلاسيكي لمريضة تكايوس المبايد انه هيبقى شكلها بهذه الصورة نعرف الصور يا جماعة ان واحدة بدينة نهدي تتابع الصور بعد اذن حضراتكم كلمة فينو طايبس عندنا في الطب دي معناها الشكل الخارجي فبيقول ده الشكل الخارجي لمريضة تكايوس المبايد ممكن نرجع بقى بعد اذن حضراتكم تمام؟ نرجع كمان ده الانطباع اللي عند الناس ان مريضة تكايوس المبايد هي مريضة بدينة عندها بشرة دهنية شايفين قل دهب يلمى عندها حب شباب عندها زيادة في الشعر دهارد تمام؟ وده الشكل الكلاسيكي اللي موجود يمكن في 50% من المريضات لكن 50% من المريضات حيفتقدوا للشكل الكلاسيكي ده شوف الصورة اللي بعديه تمام مريضات تكايسة موبايد في الأغلب بدينات عندهم سمنة في منطقة أسفل البطن عندهم بشرة دهنية عندهم شعر زائد قبل ما نجيب الصورة اللي بعدها بقى الصورة اللي بعدها عنوانها إيه بي سي او فينو طيب الشكل الخارجي الظاهري لمريضات تكايسة موبايد هنلاقي منهم ناس رث منهم أنهم وزنهم وجسمهم طبيعي تماما نشوف الصور اهو مقالة على الانترنت بتقول بي سي او فينو طايبس الفينو تايبس في مريض التكايس المبايد في اليمين واحدة ممتلئة وبدينا وممكن ييجي في واحدة معتدلة الجسم وممكن ييجي واحدة نحيفة زي اللي في النص دي وعندها وسط هايلة هو تمام؟ يبقى الشكل الخارجي ده انطباع ناخده عن مريضات تكايس المبايد معظم المريضات كده لكن ليس بالضرورة أن كل المريضات كده وده الانطباع الخاطئ رقم 3 اللي بيغزل السيدات إن لازم يقاليك شكل معين أو شكوى معينة أو صورة معينة أو وجهة معينة عشان تبقى مريض التكايس المبايد التكايس المبايد مرض يشخص بتحاليل وبدليل وليس بالشكل وبالنظر نشوف الصورة اللي بعدها لو موجودة في الأغلب مريض التكايس المبايد في الأغلب وليس يقينا هي مريضة عندها سمنة نشوف كده الصور اللي على اليمين عندها أكني عندها يعني حب شباب اللي بعدها فيه جدول كده للنتيجة عدم انتظام الدورة نيجي على الشمال نلاقي تساقط شعر الراس نلاقي عندها شعر في الجسم نلاقي عندها ألم في أسفل البطن نلاقي الصورة اللي تحت خالص على الشمال عندها زيادة في الوزن مضطردة ولكن هذا ليس حتي ده المتعارف عليه المشهور ولكنه ليس يقينا كل المريضات كده هذه هي الانطباعات الخاطئة التي تغذى بها عقول السيدات عن مريضات تكايس المبايد مش موجودة في ناصر بس ولا في المنطقة العربية بس ولا في منطقة شرق الأوسط بس الأعلى إصابة في العالم بالتكايس المبايد لكن هذه الانطباعات تغذى عند كل السيدات سنستكمل الانطباعات الخاطئة والمفاهيم المغلوطة عن تكايس المبايد والخرافة والجهل التي توجه للسيدات في كل ما يتعلق بالحمل وتأخره في الحلقة القادمة سنستكمل هذا الفيديو الهايل خمس انطباعات خاطئة يغذيها ويؤكد عليها الطباء النساء ولا يريدون للمريضات المتكيسات أن يعرفوا الحقيقة سنكشف الحقيقة وسنقول الحق والعلم دائما على وعد باللقاء كل السيدات وكل الانسات للأسف كالعادة الوقت مر بينا أرجو نكون بالبشرة والمعلومة العلمية الصحيحة عن تكايس المبايد وغيره جينا وبإذن الله أجي لكم في معادي بلا تأخير حاملا لكم ولكل سيدات الوطن العربي يا رب دايما 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 مع العلم والصدق والحق والمعلومة الصادقة الصحيحة يا رب دايما دايما بشت خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة